انا دايما بقسها دلوقتي وصعب جدا وبقولها لك اوه يمكن اول مرة اقولها لك على الهواء كمان ان الولاد الصغيرين اللي مش هفوكش وانت بتلعب يبقى متعلقين بيك ومش بقولك دو انا بقسها من خلال ابن عمر واللي في سن ابن عمر مش هفوكش عندهم 15 سنة و16 سنة و17 سنة فبالتالي الولاد دول او لما بيشوفوك سواء هنا معايا او مع الكابتن محمد فاروق بيتابعوك بشكل كبير او حتى على السوشيال ميديا فده يوريلك مدى التأثير يعني الناس اللي شفتك قبل كده فطبيعي احنا شفناك وفبالتالي بنحب نشوف رضا عبدالعالم حب نشوف حمال عبداللطيف وليد صلاح الدين اللي اسمها اللي هي الموهوبة دي وهي بتحلل ده بالنسبة لنا لكن الولاد الصغيرين دول اللي ما شافوكش وبيقعدوا يتدوروا يعني انا العرضة وانا ماشي قابلني مجموعة من الولاد خارجين من المدرسة من الامتحانات اقول لما شافوني قالولي هو كابتن رضا عبدالعالم اول سؤال مش انت طالع امتى ولا جاي امتى ولا ازايك ولا عمل ايه اول سؤال اول كابتن رضا عبدالعالم طالع معاك ولا حتى ازايك ولا اي حاجة عايز اقولك ان انا ابني نفسه يقول اول كابتن رضا هطلع امتى ده ده السؤال المتداول المتداول للمرحلة السنية انت عارف ليه لان دولت مختلفين عن المرحلة اللي بعد كده يعني انت انت بتقول من اول مش عارف ولا السن ده خلي بالك ما بيتفرق يعني نادرا ما بيتفرق بتفرج عن اوروبا هو بيتابع اوروبا ايوة ما هو كل الجيل ده كده ليه لانه هو عنده التليفون في ايده على طول فبيخش يشوف فلما بيخش بيفرز فالفرز ده ان انا لما بقول حاجة وترجع بعد كده تطلع صحيحة زي ما الناس بتقولك ايه ده هو بيبحث على الترند ده الترند بيجي بعدها بسنة بستة شهور بسنتين تعرف انا فيه ناس من الولاد ده يتقالولي ايه فمرة قالولي ايه هو انت وليه ما بتخلوش الكابتر رضا عبدالعلي يحلل المطشاط اللي احنا بنهتم بيه اوروبا اللي هو مطشاط اوروبا ايوة اولو مبلاش بقى علشان فتير لا مش هنوصل نقول ان الكابتر رضا يمقيل على جواردي ولا ما عندوش فكرة ولا بورينيو مثلا لا انا اعتزلت بص اعتزلت اوروبا بعد ما ميسي ميشي من برشلونا فعلا اكسم بالله حتى وهو في باريس سان جرمان ما كنتش بتفرج ليه لاني كان فيه لعيبة حواليه من نفسنا عليه اكسم بجلالة الله اه اه او انت ميسي ده لما يكون في نادي خلي بالك معاناك برضو فيه سوشال ميديا وفيه دافع وفيه اسمع بس وفيه لجان هناك اما ليه ما انت تخيل ان ميسي ده احسن لعيب كرة في العالم واخد كاس عالمه جايلك يصفروا عليه ما حاجة تعقل ما فيه بابي وفيه نمار وفيه ما تاخد بالك فده واخد كاس عالم واول ما ينزل ملعب ما اردوش يستقبلوه ما حدش يروح وبعد كده في المطش لما ينزل يصفروا عليه فدي تعقل حد يتخيلها ده انتو عندكو كنز ده انتو عندكو واحد بيكلم الكورة ده كل اللي جان به مع كل الاحترام كلهم تعرف لما بتعمل حلة محشي وتعمل كرومب وتعمل بتنجان وتعمل كوسة وتعمل قوطة وتعمل بصل وتعمل بطاطس كل ده في الحلة هو ده حتة اللحمة اللي منواره في حلة المحش اللي هو ميسي فلما يكون عندك حتة اللحمة اللي هي اغنى حاجة في الاكل اغنى حاجة في العالم ميسي وتيجي تصفر عليه يبقى انت البعيد مجنون لا بس هو عشان خد منهم الكاس لا من قبل الكاس كمان خلي بالك ده دي الاهرة بقى دي الاهرة يعني هم مش طيقينه واخد بالك وبعد كده كمان ام جاي ايه دباحه بايه انه واخد كاس عالم من فرنسا طب انت شايف حرضك ان الدوري الاسباني فقد بريقه من ساعة ما ميسي وكريستيانو سابوا للدوري الاسباني تكيد طبعا ولا كريستيانو وميسي اللي اتأثروا بعد رحلهم من من الدوري الاسباني هم لما مشوا حد بيبصي دلوقتي على الكلاسكو اكسهم بالله ما بتفرج عليه والله انا كنت بتفرج عليه عشان بس ايه يعني الناس كلها فيه ناس بتحب كريستيانو وحقها فيه ناس بتحب ميسي فكانوا بيتفرجوا على الكلاسكو ده عشانهم الاتنين الاتنين ميشوا محدش بتفرج عليه هات ساعة المتش هات نسبة المشاهدات عاملة ازاي وايام ميسي وكريستيانو كانت عاملة ازاي ده الناديين دولت اللي عندهم الرؤية ضعيفة ده انا حتى لو كريستيانو وميسي دول بيبطلوا افضل اخليهم لغاية ما يمشوا بعكاس في الملعب هم الجماعير كان بتخش عشانهم انا بتفرج وانت بتتفرج عشان انت بتحب كريستيانو وانت بحب انت وقيت بالك ده هيعمل ايه مع فرقيته وده هيعمل ايه فلما الاتنين مشوا وقع الدوري الاسباني كله طب بالله عليك انت عندك شغف زي الاول انك تتفرج على برشلونة او ريال مدريد ده حد عوض حد في الاتنين دول يعني حد من الجيل اللي موجود ده كله في ريحة من ميسي ولا كريستيانو لا طبعا هو ما فيش رغم